تفضل حضرة صاحب الجلال السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمنح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية لعدد من الشخصيات العمانية تقديرا من لدن جلالته أيده الله لإنجازاتهم العلمية والبحثية وإسهاماتهم المجتمعية الفاعلة قام بتسليمهم الأوسمة مع السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني خلال استقبال معاليه لهم بمكتبه صباح اليوم وهم الأستاذة الدكتورة صباح بنت أحمد بن عبد الوهاب السليمان في مجال البحث العلمي والابتكار والثورة الصناعية الرابعة والدكتور عبد الله بن محمد بن سيف السعدي في مجال البحث العلمي والابتكار والثورة الصناعية الرابعة والأستاذ الدكتور خليفة بن سيف بن سلطان الجابري في مجال الصحة والشيخ سهيل بن سالم بن عبد الله المخيني في مجال المبادرات الأهلية والمسؤولية الاجتماعية والاقتصاد وسوق العمل والتشغيل وينوب عنه بنه الشيخ أحمد بن سهيل بن سالم المخيني والدكتور محمد بن علي بن محمد البرواني في مجال سوق العمل والتشغيل والاقتصاد والفاضل صالح بن محمد بن عمر الشنفري في مجال البيئة والثروة الطبعية الأمن الغذائي والفاضل حارب بن عبد الله بن سالم الكيتاني في مجال البيئة والثروة الطبعية الغاز المسال والفاضل حنينة بن سلطان بن أحمد المغيرية في مجال التنمية الإدارية والمؤسسية العمل الدبلوماسي وفي لقاء معاليه بالشخصيات المذكورة أكد على أن منح هذه الأوسمة هو تقدير من جلالته عزه الله للجهود المبذولة من قبلهم في المجالات المشار إليها متمنيا معاليه لهم التوفيق الدائم في جهودهم العلمية والبحثية المستقبلية وما يقومون به من منطلق المسؤولية المجتمعية خدمة لهذا الوطن العزيز وقائده المفدى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أبقاه الله ترجمة نانسي قنقر